اناب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي للمشاركة في احياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحي الجمال عبدالناصر وقام الفريق اول محمد زكي بوضع اكليل من الظهور على ضريح الرئيس الراحي الجمال عبدالناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بما حققه الرئيس عبد الناصر لمصر من مكانة رائدة اقليميا ودوليا وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والاقليمية ومساندة الشعوب في نضالها من اجل الاستقلال والحرية مؤكدا ان هذه الذكرى ستظل نموذجا فريدا تحتذي به الاجيال القادمة في العمل والكفاح والتطعية من اجل مصر وشعبها العظيم مشيرا الى ان التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من انجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وايدته جموع الشعب المصري للقضاء على الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن وان شعب مصر العظيم وقيادته الوطنية الوعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بارادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة التنوية والحضرية لخلق حياة كريمة يطمح لها كل المصريين حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة واسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر